السلام عليكم ومشاهدين ومشاهدة تلفزيون اليوم السابع نحن موجودين دلوقتي في الحي الامراطي جنب أكبر فانوس موجود في محافظة بورسعيد زي ما حداركو شايفين بيوصل للدور تقريبا الرابع واللي قام عليه بعض الشباب هنا في الحي الامراطي ومعنا صاحب الفكرة الرئيسي بترحب بحداك على تلفزيون اليوم السابع قلنا بس الفكرة كده جاءت لك منين في الاول نحن عادين كده يمت بورنا وكلام جدا فانتفقنا اللي احنا نعمل في ناس وانفرح الناس وكده واتفقنا كلنا يعني في العمراء اللي يبقى مفرح كلنا وكلام من ده فهي هاد الفكرة اللي اجت فانا نفست الفكرة عملتها وقمت بننفذها طب انتو بقى يعني قبل ما تخطط ان هو يبقى بالشكل وبالحجم الكبير ده يعني اعملت ايه هل انتو كنتوا بخططين ان انتو هتعملوا بالحجم ده لا يا مخامتش يعني مكناش مفكران لوه يبقى بالحجم ده احنا كنا اهلين واحنا عادين مجال من وده قلنا انا نعمل في المسكبية بس مكناش ندخيل اللي هو يبقى بالكبير ده هو نوبة حجم ده والحمد لله هو عملنا ربنا وقفانا قلت لانا في الاخر حاجة جميلة ويسا ومفرح الناس بردو بيه اخد منكو بقى شغل قداءة؟ يعني اخد مننا شغل كما جاهزتوا بقى وجبتوا القماش وهو حديد الاول او خشف؟ حديد عادنا بتاع اسبوعين جايز ومور وكده عادنا فترة والحمد لله بقى بخار تمام رد فعلي بقى الناس لما انتو بقى حطتوه كده قدام العمارة وانتو بترفعوه كمان اكيد كان في اجواء يعني الناس الناس فرحانة ومسقطة واحنا اصلا كلنا كنا فرحانا عشان الناس فرحانة ومبصرة بيه والحمد لله اللي احنا بنفرح الناس حشان نعرف كل حاجة بنحس برمضان وحاجة جميلة والحمد لله كل سنة بقى خلاص انتو عتدتوا ان انتو خلاص انتو عملتوا قد من سنتين اربع سنين بنعملوه الاول كنا عملوه خشب تمام فتلاقينا الخشب بردو بيكسر وكده فقالنا نعملوه حديد يعني بدأتوا تطوروا كمان في الموضوع ساعد بنقعد نصحر جواه وقعد يعني انتو استحروا جواه الفنوس انتو استحروا جواه الفنوس بيبقى تجمع حلوه اجواء رمضانية وانتو عددوا جواه فنوس الموضوع مقتلب انتو استحروا جواه وان شاء الله عدم تقطعوه وان شاء الله تطوروا كمان اكتر وكتر شكرا لحدك شكرا لحد